السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا يولا كلها نصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قليل وصحبه اجمعين عمرك سمعت عن غابة مهجورة او تسكنها اشباح وشفت او سمعت عنها حكايات مرعبة ممكن تكون شفت الكلام ده في افلام الرعب لكن في الحقيقة ما اعتقدش ما اعتقدش انك عاشت الموقف ده لكن في ناس شافت وعاشت الموقف ده وكأنها في فيلم رعب حقيقي درجة انها ما بقتش فهمة ايه اللي بيحصل من كمية الرعب المحيط بيهم وكمان رعبهم خلاهم يسيبوا الغابة بسرعة في اسرع وده حصل في رومانيا وتحديدا في غابة اسمها هيا باتشو وما حكايات غريبة هتسمعها حالا عن الغابة دي الا ان الفضول اللي بيكون عند الانسان هو اللي بيحركه علشان يزورها وكمان يحاول انه يباد فيها علشان يعيش الموقف المرعبة لكن كل شيء في بدايته بيكون جميل جميل جدا لكن بيجي وقت بيظهر فيه غضب الغابة وده فعلا بالزبط اللي بيحصل في افلام الرعب وهيكون حالا على لسان احد الاشخاص اللي عمل زيارة داخل الغابة بتحكي او بيحكي الشخص ده وبيقول انه سمح حكايات مرعبة عن الغابة وفضوله خلاه انه يروح هو وكان شاب من اصحاب ولما دخلوا الغابة وابتدوا انهم يتجولوا فيها لقى كل شيء عادي لحد ما جيه عليهم الليل بالاخص بعد الساعة تسعة وهنا قال ان كل شيء كانوا شايفينه عادي اتحول لرعب مؤكد وابتدوا يسمعوا بتدوا يسمعوا اصوات لا هي اصوات كلاب ولا اصوات ديابة وكأنه صوت وحش مرعب ومحصرهم ابتدوا كمان يشوفوا حاجة بتحصل فعلا في افلام الرعب وهي ان الشجر بيتحرك في ده ممكن يكون حصل فعلا ولا من شدة خوفهم شافوا المنظر ده عمتا ده كان كفيل بانهم يسيبوا الغابة فورا دون رجع مرة تانية وكأن الغابة طردتهم مرحبتش بيهم وكمان احدى السكان اللي بتسكن بالقرب طبعا من الغابة بتحكي انها تعرضت لموقف غريب شافته في الغابة وانها في يوم لقيت شكل غريب بيطوف فوق الغابة وكان معها جيرانها فصوروا الشكل ده وكان وصفها لي بانه شكل فضائي لكن غريب ان الصور موضحتش حاجة خالص وكانت خالية تماما من اي شكل وكمان بتحكي ان الغابة بتحصل فيها حاجات غير منطقية زي ان في مرة اخوها حب انه يروح الغابة فطبعا راح هو وصديقه واسناء سيرهم في الغابة كانوا بيعلموا الاشجار يعني بيحطوا علامة معينة على الشجر اللي بيقابلهم علشان وهم رجعين يقدروا يعرفوا الطريق ويخرجوا من نفس المكان اللي دخلوا منه وفعلا خدوا جولتهم وابتدوا انهم يرجعوا على العلامات او الاشارات المرسومة على الشجر اللي هم رسمينها لكن الغريب في الامر انهم خرجوا من الجهة المعاكسة ومش من نفس المكان اللي دخلوا منه وكأن في شبح رسم ليهم علامات تانية علشان يمشوا عليها ويخرجوا من الجهة المعاكسة وكتير من الحكاية بتدور على الغابة واللي بيحصل فيها من مواقف مرعبة ومخيفة لكن الانسان بطبعه بيحب انه يجرب ويتطفل وده اللي بيخلي الغابة مستمرة في افراز رعبها لكل زائر متطفل عليها بس كده خلصت حلقتنا يارب يكون موضوع الحلقة النهاردة عجبكم اكتبوا لي ارى يكون في التعليقات ولو حابين اني اتكلم عن موضوع تانية اكتبوا لي برضو وانا احاول اني انافزها ان شاء الله ودلوقتي اسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة